السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع هناك أخبار عاجلة وصادمة من ألمانيا تتعلق بالجريمة الأرهابية البشعة اللي حصلت بمدينة زولنجن بولاة شمال الراين بألمانيا اليوم الشرطة الألمانية أعلنت أنها وصلت إلى المشتبه بي لتسبب بجريمة زولنجن وكل وسائل الإعلام الألمانية أعلنت عن جنسيته وتفاصيل هامة عن حياته هناك ردود أفعال خطيرة بالمجتمع الألماني بخصوص هذه الجريمة اللي المشتبه بي اللي تم اعتقاله اسم عيسى أل هكذا رمز إليه بوسائل الإعلام عمره 26 سنة وهو لاجئ سوري جنسية تقول كل وسائل الإعلام إنه من مواليد مدينة دير الزور طبعا تحياتي إلى الشعب السوري الطيب الأصيل وتحديدا يعني أهالي مدينة دير الزور الكراماء الخلوقين اللي ما يمثلهم هذا الشخص وهو مسؤول فقط عن نفسه ويمثل نفسه فقط قبل أن ندخل بالتفاصيل اشترك بالقناة الآن وفعل جرس التنبيهات حتى ما يفوتك شيء وشكرا لضغط زر الإعجاب للتذكير اللي حصل بمدينة زولنجن هو مهرجان للاحتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة والمشتبه بي قام بسحب سكين يملغ حجمها حسب صحيفة بلد من 15 إلى 20 سنتيمتر وقام باستهداف أشخاص ما يعرفهم مشاركين بالاحتفال استهدفهم بمنطقة الرقبة الوفيات ثلاثة أشخاص توفيوا رجال اثنين واحد 56 سنة الثاني 67 سنة وأمرأة عمرها 56 سنة وصيب أيضا ثمانية أشخاص أربعة منهم إصاباتهم خطيرة جدا الشرطة الألمانية تقول أن عيسى جاء إلى ألمانيا بسنة 2022 وحصل على إقامة الحماية الفرعية ومدينة زولنغن وفرت لسكن بمكان استقبال اللاجئين يحصل على معونة من الدولة وتأمين صحي وكل الحقوق اللي يتمتع بها أي لاجئ بألمانيا فبعد ارتكابه للجريمة اللي استهدف بها ضحايا بمنطقة الرقبة لمحاولة إسقاط أكبر عدد من القتلى بعدها قام بالهرب مع الحشود اللي كانت تشعر بالرعب بعد الحادثة الدموية واستغل حالة الهلع كي يهرب من مكان الحادثة وبمكان ما يبعد بضعة مئات الأمتار من مكان الطعن كانت ملابسة ملطخة بدماء ضحايا قام برمي سترته الملطخة بالدماء والسكين اللي ارتكب بها الجريمة وبوقت لاحق الشرطة عثرت على سلاح الجريمة اللي بي بص ماته وعثرت على سترته اللي كان قد نسي بها محفظته اللي بها نقوده وبطاقة هويته وهذا الشي سهل للشرطة عملية البحث عنه والعثور عليه أحد شهود العيان حسب ما نقلته صحيفة فلت قال إن المشتبه به أثناء ارتكابه لجريمة الطعن صرخ وقال الله أكبر وقال إن يعرف المشتبه به وهو يذهب إلى نفس المسجد لإداء الصلاة يعني أحد الأشخاص اللي كان موجود قرب مكان الطعن سجل نفسه كشاهد وقال إن يعرف الشخص اللي طعن الناس وقال إنهم كانوا يعني كان يراه بنفس المسجد اللي يصلي به شيء ملفت للنظر هو أن عيسى اللي أتى إلى ألمانيا بسنة 2022 كان عنده بصمة دبلين بدولة بلغارية تعتبر أول دولة تاب على الاتحاد الأوروبي يدخل إلها وكان عليها أمر ترحيل بألمانيا بسنة 2023 ولكن السلطات الألمانية تساهلت معه وتم إعطاء الحماية الفرعية بألمانيا وتم إعطاء فرصة لبدأ حياة جديدة هو لم يستغل الفرصة اللي يتيحت إليه ولم يعمل أو يتعلم اللغة الألمانية ولم يرد إلى ألمانيا أي شيء من الجميل اللي قدمته له حسب مراقبتي للرأي العام ولوسائل الإعلام بألمانيا بشكل دقيق ويومي من حوالي سبعة سنوات يمكنني التأكيد لكم بأن هذه الحادثة تعتبر أكثر حادثة تم تسليط الضوء عليها وأثارت جدل كبير وحشدت المشاعر المعارضة للاجئين ولسياسة الهجرة الآن السؤال المهم هو هل الحادثة ستؤثر على اللاجئين الآخرين المندمجين والملتزمين بالقانون حتى الآن لا يمكن تجزم أو قول جواب ما ولكن نحن نفهم سياق الأمور من الأحداث اليومية ومن ردود الفعل اللي تبين لنا إلى أي مدى ممكن أن تذهب الأمور بعيدا فاليوم زعيم حزب سيديو أو زعيم الأونيون المرشح لحكم ألمانيا وهو مرشح لمنصب المستشار وجه كلام غاضب لحكومة أولاف شولتس اللي تتكون من حزب الأس بي دي وحزب الخضر وحزب الأف دي بي هذه الأحزاب الثلاثة هي أكثر ثلاثة أحزاب بألمانيا تساهلاً مع اللاجئين ومع الأجانب ميرتس قال يجب أن تتوقف ألمانيا عن استقبال اللاجئين من سوريا ومن أفغانستان بشكل فوري وقال أن جرائم السكاكين تزداد بشكل جنوني بألمانيا والمشكلة هي ليست بالسكينة نفسها بل بالأشخاص اللي يستخدمون السكين وقال ميرتس أدعو أولاف شولتس إلى العمل معاً لتسريع وتسهيل الترحيل إلى سوريا أو أفغانستان وقال يعمل معنا نحن المعارضة وطلب منه بشكل فوري وبدون تأخير إلى أن يسن قانون لعدم استقبال أي أحد من سوريا أو أفغانستان وقال يجب أن نتحرك الآن وقال أدي واجبك إذا كنت شجاع هذا كلام موجه لأولاف شولتس وأيضا هناك صورة هذه الصورة انتشرت بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي وبالصحف الألمانية صورة من مكان الحادثة طبعا بعد الحادثة تم وضع الزهور والشبوع للتضامن مع الضحايا ومع أهالي الضحايا ومن بين ما تم وضعها ولافتة مكتوب عليها شكراً أنجيلا مياكل شكراً حزب الخضر هذه الصورة هي أحد أكثر صور تداولاً الآن بألبانيا في إشارة إلى أن أنجيلا مياكل هي السبب بهذه الجرائم لأنها فتحت حدود البلاد أمام اللاجئين يتم انتقاد مياكل الآن بسبب هذا الشيء وأيضاً إشارة لحزب الخضر كون الحزب الأكثر تساهل مع اللاجئين طبعاً ردود الفعل كانت عريضة وواسعة لهذه الجريمة يعني تقريباً كل السياسيين من كل الأحزاب أدانوا الأمر من الرئيس الألماني والمستشار أولاف شولتس إلى أصغر سياسي بألمانيا ما رح نقول لكم كل ردود الفعل ولكن أكثر ما هو ملفت للنظر بردود الفعل مطلب أولاً يعني مطلب الرئيس الألماني السيد شتاينماير فهو يريد المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية والشرطة وقال إن ألمانيا تحتاج لحماية أكثر ضد هذه الهجمات الجبانة ويجب أن نزود الشرطة الألمانية بكل الأدوات والوسائل اللي تحتاجها والصلاحيات الكثيرة وقال إن هناك اقتراح بمكتب مكافحة الأرهاب وهو زيادة عدد أفراد عناصر مكافحة الأرهاب وعطائهم صلاحيات أكثر ردفعل من الرئيس جمعية دياكوني دياكوني بكاريتاس جمعيات تابعة للكنيسة تساعد اللاجئين والأجانب فرئيس دياكوني أيضاً أدانة جريمة ودعا إلى مزيد من الضوابط مزيد من التشدد بسياسة الهجرة واللجوء ودعا إلى الالتزام بقيم المجتمع الألماني اللي وصفها المجتمع الألماني المنفتح وزير الاقتصاد روبارت هابك من الخضر الخضر هم أحد أكثر لحزاب تساهل مع اللاجئين والمهاجرين أيد كل كلام فيردرش ميرس بالترحيل إلى سوريا وأفغانستان ويريد أن تتوقف ألمانيا عن استقبال اللاجئين من هالدولتين ويريد قوانين أكثر تشدد الآن نأتي لزعيمة الحزب الاشتراكي اللي هي ساسكيا اسكن تريد تشديد أكثر بقوانين الهجرة وتريد الترحيل لكل من يرتكب جريمة تريد ترحيله إلى بلد الأم وقالت حتى لو كانت بلد الأم سوريا أو أفغانستان وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت كلام مهم جدا وهي يعني قالتها حرفيا سيتم مكافحة الإسلاموية بألمانيا وأن ألمانيا ستحارب باستمرار التهديد الإسلامي هناك إجماع كبير بألمانيا على أن ألمانيا فشلت من خلال تساهلها مع اللاجئين خصوصا وأن مرتكب جريمة زولنغين كان علي أمر ترحيل إلى بلغاريا بسنة 2023 ولكن حصل على تساهل وبقي بألمانيا وحصل على إقامة بألمانيا بأغلب وسائل الإعلام هناك انتقاد لعدم ترحيل هذا الشخص إلى خارج ألمانيا هنا وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة